عودة من جديد لعشر الصحف الأهلي وأهلاً من كل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية والحقيقة في الفقرة دي عندنا أكتر من ملفة حابين نفتحه ونتكلم مع حضراتكم فيه وفي كل تفاصيله سواء فيما يتعلق بكرة القدم والنادي الأهلي محلياً وقرياً وأكيد هنتكلم برضو عن دوري أبطال أوروبا أو كمان هنتكلم عن الألعاب الأخرى كل دي ملفات هنفتحها معظفنا لمنورنا في حلقتنا النهار دا الأستاذ علي البحيري الناقض الرياضي يا صباح الفل عليك كان نفسنا نقول صباح النصر كالعادة طبعاً لما تكون معنا لكن برح شهادنا مباراة ربما هي ليست الأفضل تماماً على النادي الأهلي أو الأسوأ حتى هذه اللحظة مش الأسوأ بس أداءاً مش الأسوأ بس نتيجة الأسوأ أيضاً كظروف لي علاقة بالمباراة وتحديداً هنتكلم التحكيم خلينا نشوف رؤيتك بداية وبعد كده نخش بقى عشان إحنا لسه عندنا ملفات أخرى وعندنا ترتيب وقاعدة ترتيب أوراق طبعاً محلياً وإفريقياً وقلر أعتقد عليه لسه ضغط كبير جداً يمكن طبعاً نتيجة ما كناش نتمنيها ولا نتوقحها ولا نتوقحها طبعاً في بداية المشوار الأفريقي يعني على أقل اللي كنا ممكن نقول إن الأهلي لو خرج بتعادل بعد ضغط المباريات في الكاسة عاملة عندها كنا ممكن نقول دي نتيجة كويسة لكن الخسارة وبهذا المستوى وبهذه الظروف واللي حصل في المنشده كله ما كانش حاجة أتوقحها وكش حاجة أتمنيها طبعاً يمكن الأهلي منبرح ما قدمش مباراة كويسة خالص بالمرة يمكن شوفنا مبرح التركيز بتاع اللعيبة أو تحضير الزهن للمباراة ما كانش موجود أنا شايفة دي نتيجة قالت تحس إن هو سافر فجأة راح يلعب مباراة لكن ما فيش ما حاسش نفيه تحضير شكت لأولاني يمكن الأهلي يعني الفرصة في الدقيقة خمسة حسين الشحات كورة سهلة جداً جمعاً في الجزاء يمكن حضرها كأنها ضرب الجزاء بره الملعب يمكن طبعاً فرصة كانت مهمة جداً تقلب المباراة تقلب الشكل تقلب التكتيك تقلب كل حاجة ودي بقى المشكلة اللي بتفرق أو الفرص اللي بتفرق في الفرق الكبيرة ومباراة الكبيرة في أفريقيا ذات في المستوى الأفريقية فأعتقد كانت مباراة يعني مش كويسة خالص نادي الأهلي ممكن إهلالك هيكساب واحد سفر خطأ طبعاً محمد الشناوي خطأ فادح طبعاً ما يخشش طبعاً في حارس دولي هل ده لإحنا اتكلمنا في النقطة دي معاك أنا وكريم أنا فاكرة إحنا قلنا بعد العودة من كسر عالم الأندية سواء أنت فايز أو مش فايز أو whatever الرانج بتاعك بس أنت لما هترجع هتبقى برضو المباراة مش سهلة لأن أنت هتراهن بقى على اللعيبة هترجع بنفس المستوى اللي هي قبل ما تسافر به ولا هترجع مستوى أسوأ كنا خايفين من الحتة دي فللأسف قد كان يعني المستوى ما كانش زي ما هم قبل ما يغدروا دي حقيقة يمكن الأهل يقدم مستوى كويس جداً في كسر عام الأندية والناس كلها شاد به رغم الخسارة ورغم تحقيق المركز الرابع حتى مش البرونزية لكن الأهل يقدم مباراة كبيرة كان فيه قوة حكومية كبيرة جداً نادي الأهل الأهل يقدم مباراة عظيمة جداً وكان كلنا تشيد به حتى في ماتش رائل مدريد وفي ماتش فلمينجو وخسرنا وكنا زعيين نحن خسرنا من رائل مدريد وزعيين نحن خسرنا من فلمينجو وكنا الأفضل كمان فأنا شايف أن بذلك في ماتش فلمينجو لكن أنا كنت أتمنى أن الأهل يرجع بعد كسر عام الأندية يكمل على المستوى اللي هو فيه وكما أنت كان نفسي أن التعصر دي بقى في ماتش دوري ما يبقاش في ماتش أفريقيا لأن ماتش أفريقيا في أول المشوار بيعمل هزة نفسها للفريق وهما ست ماتشات في دور المجموعات يتأهل ما تتأهلش فأنا أعتقد أنها كانت خسرها مش كويسة خلص للفريق لما تكون راجع من بطولة زي كسر عالم للأندية بجلالة أدرها وعظمة الفرق المشاركة فيها وأن أنت بتلعبها وتتنافس معها بطبيعة الحال اللي يخليك تعمل اللي عملته مع فريق زي ريل مدريد وبصفة خاصة الشروط الأول بصفة خاصة يعني أنت فهمت زيك وبرضه تصد جامد مع فرق تقيلة على مستوى العالم بتلعب مدارس كروية مختلفة المنطق يقول أن أنت لما ترجع تلعب مع فرق مستوياتها نسبيا أقل من اللي أنت كنت بتلعبهم المفروض أن أنت يبقى كعبك عالي عليهم ليه ده ما بيحصلش أنا عايز أقول لحدك يعني الأهل اللي بطل أفريقيا عشر مرات بيلاعب نادي الهلال مع احترامي ليه لكن تاريخه في الكرة الأفريقية هو لا يقارن حتى تاريخ الأندية السودانية قدام الأندية المصرية ما يقارنش طب إيه الحكاية بقى أنا مش عارف إيه اللي حصل مبارح في المباراة لكن أنا بقول لحدك التجهيز النفسي للمباراة مع العوامل بقى أن الأهل اللي بقى ما مشوفت كاس عامل الأندية فيه ماشط طبعا وصلت لأوقات متأخرة يعني أعتقد أن الإجهاد البدني وصل للعيبة الأهل يسافر على طول على السودان يمكن الإجهاد وراحة السفر من مغرب للسودان قبلها طبعا رجعوا مصر لكن طبعا أنا شاف أن العوامل دي كلها غير بقى الأداء الفني أنا شاف أن الأداء الفني كان فيه حاجة غريبة التغييرات كانت متأخرة شوية من كولر ده الحاجة اللي ممكن أقدر عيبة عليها كولر في الموجة أن التغييرات كانت متأخرة يمكن بعد التأخر الأهل كان لازم يعمل تغييراتها على طول هو استنى جوية وده برضو أثر فنيتة المباراة الأهل كان ممكن يرجع طبعا الكور اللي بتضيع دايما في كل مطش بنقول الأهل عنده مشكلة في الموضوع المهاجم بالضبط الأهل عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة ما ينفعش أن الأهل يكون بيضيع الفرص دي ده طلبه مرسر كولر من الإدارة أن يكون فيه مهاجم مكوز جدا لأسف ما فيش مهاجم جيل حد الوقت لكن أنا شايف أن الهزة دي لازم تبقى درس لكولر ودرس اللي اللعيبة أن المشكلة الجاية الأهل يظهر بشخصيته اللي ظهر بها في كاس عام لندية وظهر بها في الدورة قبل ما يروح دورة بطالة أفريقيا ونتمنى أن المشكلة الجاية بدأت من سان داونز يوم السبت والمطش إن شاء الله يبقى هنا في أستاذ السلام بحضور عشر تلاف متفرج نتمنى أن يكون في رد فعلا سان داونز ومتصدر المجموعة بستة نوعات تكسب أول مطشين وفريق قوي جدا من أقوى فرق البطولة الوقت كمان مش بس في مجموعة الأهل ودايما بيحجر معنا من المنطقة بالضبط ممكن آخر مباراة بنا وبينهم كسبونا هنا في القاهرة رغم أننا وصلنا النهائي وهم مستوش النهائي لكنهم ما كسبونا في القاهرة فأنا أعتقد أن فريق قوي جدا ولازم الأهل يعمل ردة فعل بداية من مطشة أسوان يوم الثلاثة إن شاء الله في الدورة لازم يكون فرطة فعل قوي جدا من العيبة ويبينه الشخصية الحقيقة لنادي الآجل طيب لازم عشان ما نعديش النقطة دي من غير ما نتكلم النقطة دي مش هتوقف عند مطش مباراة هي هتكمل معنا لو لم يتم تقداروكها وكانت معنا قبل كده في قضية التحكيم طبعا إحنا كان معنا كابتن ناصر عباس وكلمنا في الملف ده بشكل شوية سريع لكن التحكيم بالأمس كان فيه أزبة كبيرة جدا وتاني مش بنعلق الشماء على التحكيم طبعا زي ما انت قلت ده بجانب اللي احنا تكلمنا فيه دلوقتي وذكرنا قضية التحكيم الموضوع مقلق لان انت مش قصت دلوقتي بقيت انك تعمل اللي عليك والروح بتاعتك تبقى موجودة واللعيبة تعمل أفضل ما عندها والإدارة الفنية والمدير الفني لا ده أصبح الموضوع انت ممكن تعمل كل ده وما توصلش وتتزلم في الملعب عشان حكم عندك شخصية ضعيفة ممتذب دب محسوبيات واتفر احنا بنقول كل الكيسز فالموضوع مش بسيط أبدا وبعدين وفيش محاسبة كمان دي حيئة والفكرة كمان ان الادوار الاولى في البطولة ما بنشوفش حكام اللي هم الصفة في أفراكي دايما بنشوف الحكام الصفة دول بمطشات كبيرة او في الأدوار النهائية حتى الفار ما بيطبقش في درطة أفراكي انا مش ادراف موضوع الفار ده تقريب جدا يعني غير دورة ايه اخترعتوا ليه يعني هم بنحطه في مطشات ومطشات تانية انا مش عارف يعني انت كنت درطة أوروبا اهو درطة أوروبا مثال قدامنا الفار موجود في كل مباريوات من أول الدور التميدي لحد لحد النهائي وده طبعا دي حاجة غريبة جدا في الكرة الأفريقية يمكن ليه ليه انا شوف حكم غير مصنف او حكم مش قوي بيدير مباراة كبيرة بين الاهل والهلال وبرضو الاهل اللي تاريخوا والهلال اللي تاريخوا في السودان ده بيضايق وقت من قبل الجون كمان يعني فليه انا شوف حكم زيادة برضو في مطشة زيادة مريخ حكم كنساء جدا طب خلينا اسألك انت السؤال ده ليه نشوف الحكم ده في مطشة زيادة في رأيك ايه لي خلينا نشوف حكم كده عشان الاتحاد الأفريقي بيمشي بمعايير غريبة جدا في موضوع الحكام وفي موضوع تطبيق الفار في الأدوار النهائية بس مع ان البطولة انت تتمنى ان البطولة تتبع هي مشاهدة والناس كلها بتتكلم عليها حتى في أوروبا ان طولة أفريقيا طلع طلع فرق كبيرة فيها مستوى تحكيم ومشرف الحكام دونهم بروحوا كاس العالم انت فوت طلع أكبر عدد من الحكام من أفريقيا كاس العالم ده يبقى لك انت قدام الفيفا ان الكرة أفريقية بتتطور لكن طول ما احنا كده كرة أفريقية بتتطور مش هنتكلم برضو مش عايزة أقول ان التحكيم هو السبب كبير جدا في المبارة مبارع لكن برضو تردع عامل كبير عامل كبير من اللي حصل لا يعني لما نود الفتحة معاك الموضوع ده مش بتتكلم بس من اه هي قالت بس عايزة نعرف ايه الموضوع التحكيم نحن قالنا كبير يا أستاذ منتكلم في الموضوع ده حقيقة ما نقول لحدك التحكيم في أفريقيا متراجع بقاله السنوات وما بتتوارش ودايما بنقول كل سنة فيه أزمة مباراة الأهل والوداد مباراة الأهل ومش عارف مين الزمالك ومين دايما فيه مشاكل وانا شايف ان الموضوع ده لازم يكون فيه وقفة متحدة الأفريقية لازم يكون فيه تطوير الحكام لان كده انت بتخسر ماتشهات مهمة وفيه كمان فرق بتخسر بطولات مهمة بسبب التحكيم فانا شايف ان لازم يكون عندك حكام صفة في أفريقيا بيروحوا كاسعالم ومستوهم زي المستوى أوروبا ليه نكون أقل من أوروبا على ذكر أوروبا تعال روح شوية لدور يا بطال أوروبا وفيه كذا ماتش عايزين نعرف يعني رؤيتك ليهم وتوقعاتك لمباريات الاياب بتاعتهم يعني من ضمنهم مثلا الماتش كان قوي جدا باريس سان جرمان وبايرن يونيخ وطبعا البايرن هو الفاس بنتيجة هدف نظيف هدف يعني بدون رد شفت الماتش ده ازاي هل توقعت النتيجة دي وتوقعاتك لماتش الاياب ما بينهم هيكون عاملة ازاي يمكن بصراحة ما توقعتش ان باريس يخسر من بايرن خاصة ان بايرن متراجع جدا في الدولة الفترة اللي فاتت وكان فيه مشاكل كمان مع المدير الفني فانا اعتقد ان بايرن مكتش توقع ان هو اكسب باريس يمكن باريس طبعا يعني ما شاء الله مدجج بالنجوم مبابي ونيمار وميسي فارق كبير جدا يعني ومن اقوى الفرق في اوروبا مش عارف ليه دايما باريس زي قلناها بكذا في كذا حلقة دايما باريس ودارة ابتال اوروبا غير يعني منشوف الدورة الفرنسي وفي كل البطولات بتلاقيه ما شاء الله بيجي في دارة ابتال اوروبا بتلاقيه يخسر طب ليه بيكشوا دايما ده هما معهم اسلحة فتاكة معهم كل حاجة معهم نيمار وميسي ومبابي يعني عنصر او تسولاسي هجومي هو الافضل في العالم دلوقتي انا مش عارف بصراحة يمكن حتى الماتش اللي فات ده باريس ضيع فرسكي ده جدا باير طبعا كان افضل في المباراة وقدر يسجل وضيع اكتر من هدف يمكن باريس ومبابي لما نزل في اخر اخر فترة في المباراة جاب جنف قبل الماتش مخلطة مثلا بخمس دقائق وتلغى بسبب الوفسايد لكن انا شايف ان باريس عنده مشكلة دايما في دور ابطال اوروبا قدام كمان الفرق الكبيرة مش بس في المنشطة اللي قدام فرق اقل شوية لكن دايما فرق كبيرة من اللي قدام ريال مدريد متراجع جدا قدام باير متراجع جدا هل ده رجع لان هو في الدور الفرنسي مش بيلاعب اصلا مفيش تنفسية في الدور الفرنسي فبالتالي لما بيروح دوري ابطال اوروبا ما عندكش الاستعداد القوي انا بشوف يعني بي اس جي بي نفس نفسه في الدور الفرنسي دي حقيقة هو كل سنة بطل دور الفرنسي وحتى لما بيقابل مباراة كبيرة زي مثلا مارسيليا او ليل او الفرق اللي هي الاكبر شوية في الفرنسا ممكن يخسر ماتشيكسا لكن دايما برضو هو اللي بيخد البطلات فانت لما بتلاقي في المستوى المحل انت تاخد كل حاجة فده نظرا برضو ان ضعف المنافسين وانت الاقوى بتروح بقى المستوى قري بتقبل بقى فرق تانية بتقبل مستوى تانية ده لو نزلوا بالثلاسي لانت تفضلت بذكرهم لو واحدهم نزل واحدهم يلعبوا الماتش هيعملوا شغلة وبالورقة والقلم يعملوا شغلة لكن مواضح ان على الارض ده مش محقق تماما انا شايف ان مشكلة باريستان جيرمان وقلتها اكتر من مرة هي مشكلة مدير فني باريستان جيرمان محتاج مدير فني قوي ويعني خبرة كبيرة جدا في الكرة الاوروبية زي مثلا زين الدين زيدان زين الدين زيدان حول ريال مدريد كان فريق كان بيخسر بطولات بقى بياخد كل حاجة وكمل بعد كده ريميدت في طريقه حتى مع انشلوتي ومع الفترة اللي فاتت دي كلها برضو بياخد بطولات فالمديرين فانين بيفرقوا برضو انت برضو لو معك لعيبة كوية جدا ممكن ما تعملش حاجة ريميدت كان زمان مع اعزم اللي في العالم كان بيخسر بطولات مجاله مدير فني كويس بدأ ياخد بطولات فهي برضو بتفرق فيه عوامل كورت القدم فيه عوامل موهبة مع فنيا مدير فني كويس مع ادارة قوية بتمشي في الطريق الصحيح فانا اعتقد ان خسار بباريس كانت مفاجأة بالنسبة ليا لكن مباراة الايابة طبعا تبقى في ألمانيا وبايرن طبعا كسبان المطش الاواني في فرنسا فاعتقد انه عنده الافضلية وكمان معنويا بعد الفوز ده هيخش قدام مواتش باريس انا احسن انا اقدر اكسب انا اقدر اتأهل وطبعا باريس لو تلعب من الدور ده بالنسبة لي مش هي منفجأة خلاص يعني بالنسبة لي لو تلعب من الدور ده مش هي منفجأة وهتبقى النتيجة مستحقة اه طبعا اكيد لان اللي بتعب في الملعب واللي بيظهر شخصيته وبيلعب كرة بجد وبيلعب برجولة هو اللي بيكسب مش مش حاجة تانية مش التاريخ طيب على كل حيان احنا قليستة هنتكلم في دوري ابطال اوروبا وعيزين نتكلم عن براسيا دوترموند وشلسي المبارابرد وكانت قوية جدا وعيزين نتكلم عن دوري انجليزي بس سمحنا نروح فاصل سريع جدا ورجع نكمل مع الأستاذ علي البحيري خليكم معا محبا حضرتكو العودة مرة كمان والأستاذ علي البحيري وكنا نتكلم عن دوري ابطال اوروبا طيب خلينا نتكمل في دوري ابطال اوروبا برضو فيه مطشط مهمة جدا براسيا دوترموند وشلسي زي ما كنت بقولك برضو بتشوف فوق زينا براسيا دوترموند زي يعني تشلسي مقدم شغل كويس جدا في الدوري الانجليزي بس لما تتكلم عن دوري ابطال اوروبا تقايمه ازاي يمكن دورترموند فريق قوي جدا ويمكن برضو عنده عناصر مميزة جدا السنة دي ومن السنة الفاتت برضو في اوروبا بفريو معاه في الملعب تشلسي لينك يمكن لسه برضو معوضوع السنة دي تغيير المدرب وبعد كده عناصر جيدة في الفريق فلسه الكيميستري بتاتي الفريق لسه ما كملتش انا شايف حتى في الدوري برضو النتائج واحدة شوية كده وشوية كده بس يعني فرق نقطتين في الدوري الانجليزي عن أرسنال يعني كويس مش وحش ماشي تمام بس عصدي ان لسه تشلسي السنة دي بيجمع فريق او بيجاب مدير فني جديد فبرضو لسه الكيميستري ما كملتش يعني لسه مدير فني ما عادش مع اللعيبة اللي ايو ما كملتش لسه الدنيا فاعتقد ان دورتمون لننكسة بالماتش الأولاني كان عادي بالنسبة لي ودورتمون دي يستطيع يتزع كمان الماتش تاني يستطيع يتقاهل لان دورتمون برضو في درة أوروبا آخر سنين كان بيوصل أدور نهاية فأنا أعتقد ان كانت مباراة بالنسبة لي عادي يعني لسه تشلسي لكن تشلسي السنين الجاية أعتقد مع المدير الفني مع الصفقات اللي جابها هيبسين الجاي منافس شرس في دراسة أوروبا كم فيه كلام الفترة الأخيرة عن عن احتمالية عودة رونالدو لأوروبا واحتمالية جلب ميسي للدوري السعودي تسمع إيه في هذا الإطار؟ يمكن عودة رونالدو أوروبا دي مستبعدة بالنسبة لي لأن رونالدو بعد ما راح السعودانا شايفه تكيف خلاص يعني هو خلاص بقى خد وضعه هناك الدنيا مشت معه تمام وبقى هناك وسوفر هاتريك وجوه عالي لا وبعدين الدنيا هناك كمان إعلاميا وتسوقيا والدنيا بالنسبة له هو خلاص شاف النوى الحتة دي بالنسبة له هي الأفضل دلوقتي يمكنها بالنسبة لي طبعا رونالدو أكيد أنا الدوري السعودي أكيد مش هو ده المستوى اللي ممكن يلعب فيه رونالدو يعني أكيد الدورات الأوروبية ولا النتائج دي لها التقل زي ما تقارنها بأوروبا هدف دوري هدف دورة أوروبا وهدف تاريخي وكل إنجازات العمالة في حياته دي كلها اقترامنا بس نتكلم في المستوى الفني طبعا أكيد طبعا كان نازم محتاج أنه يختم في دوري أقوى أو يختم حياته بمسارته النكحة دي بإنجازات كبيرة لكن في الأول في الآخر السعودية بتتطور في كورت القدم لو كان عنده الفرصة دي ما كان عمل كده من الأول بالزبط هو يمكن كمان عشان راتب لو كان عمل مع موضوع السعودية من المطلق عارف اللي هو جيد وعقد عمل حل بالزبط هو موضوع الراتب لأن فعلا نالدو كل العود اللي جات له كده راتب قليلة وهو بياخد راتب كبير جدا وعايز يفضل على المستوى ده هو نالدو بتعامل أن أنا في الليفل ده حتى لو سني إيه أنا هتعامل بالليفل ده فالرواتب دي بالنسبة له هي اتفقت معه في السعودية فأنا شايف أنه هو برضو الدوري السعودي بتطور بيحاول يعمل حاجات كديرة جدا أو بيطور تسويقية كمان عشان كسل عالم عايزين ينظموا كسل عالم مع مصر وإن شاء الله في عشرين ثلاثين فهو برضو بيدعاموا الملف ده من خلال جلب النجوم العالم في الدوري السعودي وطبعا هي خطوة تسويقية مهمة جدا للدوري السعودي أن دونالدو لعف السعودية وكمان في كلام من النادي الهلال أنه هو طبعا الغريم التقليدي لنادي المصر أو نادي كمان الاتحاد جدة كلهم عاوزين يجيبوا لاتي بقى منشوف كمان من اسمع عن سيرجو راموس وعن لوكا مودريتش وعن ميسي وكمان اسمعنا كلام من أحد الناس في السعودية برضو أنهم عمزين يجيو خطوة من يجيو محمد صلاح في الدوري السعودي يوما ما يتخيل كل الأسماء دي فعلا تروح الدوري السعودي ده ستبقى نقلة يعني مشنوعية طبعا طبعا لما رونالدو بس راح للسعودية حضر لك فيه قنوات تشتريت الدوري السعودي واشتريته بمبالغ كبيرة فأعتقد لما نشوف ميسي وصلاح وراموس في الدوري السعودي دي حاجة تسويقية جدا للسعودية وبتقوى الدوري إن كمان الدوري السعودي لاتي من أقوى الدوري العربية سواء تسويقيا سواء فنيا اليوم اللي كان بيمضي فيه العقد كان فيه أكتر من 36 دولة حاضرين بكاميراتهم بإعلامهم أقول لحضرتك قنوات كبيرة جدا نشتريت الدوري السعودي بسبب النقلة اللي حصلها من رونالدو إن نروح الدوري السعودي تبقى نهاية كبيرة جدا فلو شفنا ميسي يوما ما وصلاح في الدوري السعودي مع رونالدو هتبقى طبعا النقلة جبيرة للسعودية نروح نحن نبعيش في السعودية بقى نا تماما الله ده هتبقى نغطي الدوري السعودي مع النجوم طبعا مفهوم إنه يبقى فيه وخصوصا في حال وجود رأس مال محترم أكيد بيبقى بيتم توجيهه لخدمة الملف الرياضي فأي دوري في العالم لكن إحنا ليه في دولنا العربية بنهتم أكتر بفكرة إنه أنت يبقى عندك نجوم جايين من بره محترفين يلعبوا في فرقك المختلفة شوية من فكرة إنهنا المفهوم نهتم بمنتخبنا الوطني بغض النظر عن الفرق والأندية ليه الاهتمام بالمنتخب ما بيكونش النفس القوة كده اللي بنشوفها في حالة الفرق المستقلة بس لو حدك لو تكلمنا عن النوط دي في السعودية لا السعودية لا حدك بتكلم عمتا لا عمتا لأ نتكلم حدك صح يمكن فعلا بنشوف إنه دايما بنحاول نطور الدور إنه نحن نجيب له لعيبة أجانب وده بيأثر على لعيبتنا المحليين أنا شايف ده يمكن في السعودية المحترفين مفتوحيني كل فريق أكتر من سبع لعيبة في الموسم فطبعا ده 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 حاجة كبيرة جدا إنه أنت بتشوف لعيبة كتير جدا مختلفة في الجنسيات بس ده برضو بيخلى العنصر المحلي عندك مش قوي يمكن لإستثناء السعودية إنه منتخبة الحمد لله كويس جدا ظهر في كاس عالم بمظهر مشارف في كسب الأرجنتين بطا كاس العالم نفس الكلام المغرب مغرب برضو وصل سيمي فاينال أول مرة في تاريخ أي فريق عربي وأفريقي طبعا كتحاجة كبيرة جدا إنجاز تاريخي فدول ممكن قول استثناء لكن بقيت الدنيا كلها بشوف دايما إنه دايما أجيب العنصر الأجنبي في الدوري سواء حتى الحكام برضو بيجيب حكام من بره دايما بنسيب المنتج المحلي وبنبصل المنتج العالمي وبرضو مش كل الدول بتجيب نجوم الصف الأول زي السعودية يمكن السعودية هي اللي بتجيب وكتر اللي بيجبه دايما النجوم الصف الأول في أوروبا زي رونالدو زي اللعبة كبيرة لكن مش كل الدول بتعمل كده لكن شايف طبعا لازم احتمل باللعبة اللي عندي زي مسلا دلوقتي مصر هتستضيف خلاص يوم النهاردة إن شاء الله يفتح كاسم أفريقية للشباب ومصر تلعب موزنبيك طبعا ده جيل جديد وجيل مفهود أنه يكون مبشر لكورة مصرية وفيه كشفين من أكبر دول العالم وأكبر دينة العالم يتابعوا الفرق الأفريقية من بينهم مصر إن فيه لعيبة كبيرة صغيرة جدا في السن لكنهم موهوبين واللعيبة دول هنشوفهم بقى كاف أوروبا سواء من مصر أو من دول تانية فأعتقد إن البطولة زي دي مفهود نبني عليها إحنا إحنا بقى نبني من هنا للجيل ده هو اللي يمسك منتخب مصر كمان خمس ست سنين هو ده هيبقى الجيل الواعب بتاعنا وعندنا على فكرة عناصر مبشرة جدا أعزو الله هادك إن إحنا عندنا في العيب في منتخب مصر بيلعب دولتي في منتخب مصر ببطولة رسمية اسمه بلال ماذر عبد الرحمن بيلعب في فانسانايكوس اليوناني هو هداف دورة أبطالة أوروبا للشباب زي محمد صرح مثلا في المستوى دلوقتي بس في الشباب فأعتقد إن إحنا عندنا عناصر كبيرة جدا يمكن برضو عندنا كان صالح باشا بيلعب في أودونيز الإيطالي يمكن هو يغيب للإصابة عند البطولة لكن عندنا عناصر كويسة جدا في منتخب الشباب هو ده اللي احنا ممكن نبني عليه اللي قدام فأتمنى إن مصر تعمل حاجة في بطولة أيل كمان بطولة مؤيلة الكاس عالم في إندونيسيا فأتمنى نحن نشوف مستوى كويسة منتخب وطبعا نتوجب البطولة ونشوف عناصر وعيدة للمنتخب في المستقبل طيب اتكلمنا عن ملف كورت القدم تعال نتكلم شوية عن الألعاب والرياضات الأخرى لأن أنت عندك كذا طفرة في رياضات مختلفة وبنتكلم عن استضافة بمصر البطولات مختلفة وبنتكلم كمان عن المشروع القومي للموهوبين والإنجاز اللي حاصل يعني هو مش بس مشروع دهم إطلاقه لا هو عامل صدق كويس جدا على الأرض وده هيخدنا كل الكلام ده لباريس 20-24 اللي هو المفروض الاتحادات المختلفة كانت بتستعد من منذ نهاية الأولمبيات اللي فاتت فقيم لنا الأداء والمستوى لحد هذه اللحظة ومن وجهة نظرك احنا ما نقدرش نحكم دلوقتي بس بيبقى في رؤية كده أو مؤشرات نقدر نقول باريس 20-24 مستوى مصر فيه الحصول على المدليات والعدد هل ممكن يبقى فيه تزايد بيزد على واقع ولا احنا تمانيات فقط بيزد كمان على مشاهداتك للبطولات السابقة اللي شاركنا فيه تمام يمكن انا شايف ان قبل ريو قبل سوري توكيو مصر كانت في البطولات العالمية في كل العاب كانت متطورة جدا وده حصل طفرة وخلنا ناخد فعلا ست مدليات في توكيو وباني المستوى الحقيقي لنا رغب ان احنا توقعنا اكتر بالزبط كده لكن انا شايف ان دلوقتي قبل باريس انا مش لسه مش شايف يعني يمكن لجنة الاولمبية والوزارة قالت ان احنا على القالة في اولمبيات باريس في عشر مدليات يعني هنعدي توكيو باربع مدليات عشر مدليات احنا نتوقحها وبنرسوطها وبنخطط لها هم كانوا قالوا على توكيو كم مدالية لأ كانوا قالوا ممكن نجيب اربع مدليات او حاجة يعني عدينا طاقة بس اقلوا احنا هنعدي وفينا نتعدد الارقام اللي بتتقال دي من قبل الاتحادات المختلفة تبقى على سبيل الطموح ولا بناء على فكر ممنهج وبناء على رؤية اللي فات فبالتالي المتوقع في اللي جاي كذا لا اعتقد ان بيعملوا كده بيقعدين مع الاتحادات ومين عندك مرشح ومين عندك فهم بيبنوا بالدراسات بقى بالحاجات بتاعتهم بالتصنيف العالمي بالبطوات اللي بنشارك فيها بيقولك احنا ممكن ناخد في اللعبة دي مدالية دي مداليتين هكذا انا شايف لحد دلوقتي اللعبتين اللي عليهم الامل في مصر في أولمبياد باريس 20-24 حتى الامن وجهة نظري لعبة السلاح ولعبة الخماس الحديث حتى الامن وجهة نظري بالنسبة للنتايج اه لو يدخلوا لسكواشي علي انسى او الكاراتي تاني بس الاسف الكاراتي مش موجود في باريس الكاراتي مصر لو موجودة في الكاراتي الوقتي في باريس 24 واللاعبة في الأولمبياد مصر جي مدالية تانية يا لسه باريس ما اعلنتش عن الرياضة اللي هتدخلها ها لأ هم اعلنوا كانوا اربع رياضات كان منهم لعبة كده اللي هي زي تزحلوا عالجليد ومش عارف شوف بقى احنا ملناشي الكلام ده خاطئ ها لأ ملناشي الكلام ده حاجب مش بتاعتنا خاطئ هي كل دولة برضو بترشح و برضو اللجانة الأولمبياد الدولية بتختار لكن هم اختاروا خرص الألعاب اللي دخلها في باريس 24 واستبعدوا الكاراتي طبعا وفي محاولات ان الكاراتي تخش في لوس انجلوس بعد كده الدورة اللي بعديها لكن دلوقتي الكاراتي مش موجودة مصر حتى الآن انا شايف ان في لعبة السلاح بلخص و بلعبة الخماس الحديث عالميا على المستوى العالمي مستوى الدولي مصر مهيمنة وبتعمل انجازات كبيرة جدا والسلاح المصري في تطور والخماس المصري محافظ على انجازاته في كل الرياضاء في كل السنين كمان في المراحل السنية من الصغير من الناشئين حتى الكبار وبيعملوا في صمت بلا صخم بصراحة بصراحة الاتحادين دول بالذات انا بخصوهم بالذكر لان انا متابعهم بيعملوا في صمت وبيتكلموش كتير الناس دي انجازات ولما بيعمل انجاز يقول لك ده مش انجاز بيقول لك لأنا هدف اجيب ميدالية أولمباية ده واخدين فكر النادي الاهلي بقى ده حقيق ده حقيق فاتمنى ان لازم يكون لازم يكون ان الفترة اللي جاية يكون فيه اهتمام بالالعاب الفردية زي لابت رفع الأسقال لابت رفع الأسقال غابت كانت عندها ازمة مع الاتحاد رفع الأسقال تحديدا وكننا عرضنا بعض الابطال اللي تكلموا عن ده بس برضو فاكر كان معنا مداخلة اسبوع اللي فات من حد من الاتحاد قال لك احنا بنذذل اي عقبات حاليا بيواجهها فكويس نتمنى لان لعبة رفع الأسقال من لعب المصري مهيمنة فيها على مداخ تاريخها يمكن اكتر لعبة خدنا فيها في تاريخنا ميداليات كانت رفع الأسقال فانا اتمنى ان رفع الأسقال يعود تاني يعني الهيبتو العالمية وان مصر جي ميداليات لانها لعبة مهمة لمنتخب مصر وعندنا ابطال وبطالات طبعا كبار جدا وعلى مستوى الدولي بدأ يرجعوا يمكن بتوصل من كاس عامل الشباب الأخيرة او بساطة عامل الشباب الأخيرة مصر خيات ميداليات ولسه عندنا جيل صغير هيقدر يبني قدام ويجي ميداليات لمصر فأتمنى ان يكون فيه سلامة هيقدر يبني قدامي بحل نينهي معك اللقاء وانحنا مستريح ومتطمين ومتفائلين باللي جيد نورت الدريك وده شكرا يا علي جدا نورتنا كالعادة طبعا وحنروح فاصل نرجع بعد كده هيبقى فقرة طبية معي مع دكتور دينا أبو سعود هتنورنا عشان ملف تساحي أكيد جديد ويهم حضراتكم وانت هتوحشنا بقى احنا أحلى باي باي هتستعاملني خلال سنينتين شوفوا عمكي